في هذه الحرب المستمرة التي تسجل اليوم يومها السابع بعد المئة يتسلل الاحتلال بتصعيده العدواني إلى أعماق الهوية والتراث الثقافي والديني مستهدفا بذلك المقدسات الدينية في محاولة لتمسي الوجود الفلسطيني وشواهده التاريخية يعني وصلنا إلى مرحلة أصبح صوت الأذن لا يسمع بسبب أصوات الانفجارات والاستهداف المتكرر للمساجد وبسبب عدم توفر الكهرباء بالتأكيد نتحدث أكثر عن هذا الموضوع وعن استهداف الاحتلال للمقدسات الدينية في فلسطين مع فضيلة الشيخ أحمد الرفاعي رئيس قسم الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية يسعد صباحك فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا فيك في رؤيا وفي دنيا يا دنيا حياكم الله وأسعد الله صباحكم جميعا إن شاء الله وإن أخوة المشاهدين ونسأل الله تعالى الرحمة لشهدائنا الأبرار ونسأل الله تعالى الشفاء للجرحة وأن يكون الله تعالى في عون المصابين والمنكبين والذين تهدمت مساكنهم فوق رؤوسهم نسأل الله تعالى لهم العون والسدى إن شاء الله إن شاء الله يعني اعتداءات الاحتلال في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام يندى لها الجبين ما يجري في قطاع غزة هو دمار شامل يعني فبين ليلة وضحاها تحول القطاع إلى كومة ركام إذا تحدثنا عن الحرب الحالية يتم استهداف المواقع الدينية والثقافية بشكل واضح ومباشر لنتحدث فضيلة الشيخ في البداية عن أبرز هذه الانتهاكات والاعتداءات التي تتعرض لها مقدساتنا الدينية في القطاع يعني الحديث عن حرب دمار شامل هي حرب دمار شامل على أرض الواقع يعني لا يستثنى منها أي شيء سواء كانت مساكن للمواطنين أبراد سكنية محلات تجارية مساجد مدارس مراكز ثقافية مباني عامة شوارع بنية تحتية كل ذلك الشامل هو التدمير الشامل من قبل سلطات الاحتلال في قطاع غزة ولا نستثني كذلك يعني بعض المواقع في المدن والمخيمات وبعض الكرة في الضفة الغربية وهذا العدوان يعني ربما نقول في قطاع غزة السابقة يعني حتى لم يكن هذا قد حدث في النكبة الأولى عام 48 لم يتم استهداف المساجد قبل ذلك نعم بشكل عام يعني هذا التدمير الذي نشهده اليوم على عبر شاشات الفضائيات العالمية وعبر شاشات الإعلام الذين تبث هذه الصور والمشاهد ومقاطع الفيديو وتلك الأحداث من قطاع غزة لم يسبق لها مثيل حتى نقول ربما في أي موقع من دول العالم يعني في الحروب العادية عادة ما يوجه انذار أو تنبيه للمواطنين بإخلاء مباني سكنية مراكز ولكن في قطاع غزة لا يحدث ذلك أبدا إنما الطائرات من الجو تطلق صواريخها المدافع من الأرض تطلق القذائف على المنازل على المساكن يكون فيها المواطنون لا نكون آمنين لأنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة صحيح فيقتل الأطفال يقتل النساء يستشهد الشيوخ والذين يكونون مقيمين في بيوتهم وما سكينهم هذه البيوت للحديث عن المساجد أو بشكل عام يعني بيوت العبادة لم تستثنى كذلك من الاستهداف الصهيوني من التدمير وإنما شمالها ذلك أكثر من تقريبا ما يقرب 220 تقريبا المسجد تم تدميره بشكل كامل يعني تكشعر الأبدان حين نرى مآذن تسقط من جراء القصف الجوي أو المدافع أو القباب المساجد أو أسكف المساجد تسقط على الأرض أو على المقيمين المصلين فيها وتدمير جزء ما يقرب 300 مسجد شمل التدمير في قطاع غزة وهذا أمر طبعا أمر جلل يجري تحت عين وبصر العالم كله ونحن نطالب يعني كبقية العالم وأصحاب الكلب الطيبة نكون المتعاطفين معنا الذين نقدم لهم كل الشكر والتقدير والاحترام الذين يخرجون إلى شوارع عواصم العالم لينددوا ويستنكروا ويتعاطفوا معنا مطالبين بوقف هذا الإجرام الصليون على أبناء شعبنا نعم يعني هم أيضا لا يعيرون اهتمام أو احترام للمقدسات الدينية بشكل عام فالكنائس والمقدسات المسيحية أيضا يعني طلطها هذه الاستهدافات لنتحدث عن هذه الجزئية بالتحديد الاستهداف لأي شيء في قطاع غزة المساجد شميلها بالقطاع الأكبر كان من دور العبادة وكذلك الكنائس يعني ثلاث كنائس تم تدميرها في قطاع غزة الكنيسة تقريبا أثرية 1600 سنة إلها قائمة شميلها التدمير يعني المسلم والمسيحي هم يعتبروا خصم أو يهدف لطائرات العدوان واللي قضائف العدوان واللي مستهدفة من قبل جنود الاحتلال فالكل يعني الكل مستهدف في قطاع غزة نعم كنائس مساجد مراكز تدريس جامعات ولاحظنا قبل أيام كيف تم تدمير جامعة الإسراء ونسفها أمام الفضائيات والشاشات وهذا الإجرام يعني لا يصغي الاحتلال والمسؤولون في الحكومة الإسرائيلية لا يصغون لأي نداء للتوقيف هذا الإجرام والتدمير مجازر المساجد نقول مجازر المساكن بالإضافة إلى المجازر البشرية التي تم استهداف الناس والمواطنين فيها نعم يعني بما أننا نتحدث عن المقدسات الدينية من الضروري أن نصلت الضوء على المسجد الأقصى المبارك فبعد السابع من أكتوبر يعني تردى الحال في البلدة القديمة في المسجد الأقصى وفي القدس المحتلة تحديدا لنتحدث أيضا عن النهج منع دخول المواطنين الذين هم دون سن الخمسين عاما وبالإضافة طبعا إلى التقسيم الزماني والمكاني يعني أتحدث بالمناسبة عن المسجد الأقصى وعن المسجد الإبراهيمي كذلك المسجد الإبراهيمي لنأخذ الحديث عن الجانب في هذا الموضوع المسجد الإبراهيمي تم استهدافه من قبل الاحتلال منذ الاحتلال عام 67 وتم دخول المستوطنين إلى المسجد الإبراهيمي يعني في اليوم السابع والثامن تقريبا وتم ارتكاب المجزرة الشهيرة التي تمت تقريبا في منتصف رمضان في شهر 2 من عام 94 وذهب ضحيتها 29 من الشهداء وهم ساجدون المجرم جولدشتاين باروخ جولدشتاين الذي اقتحم المسجد بسلاحه وأطلق النار على المصلين وهم ساجدون واستشهد في تلك الحادثة ما يقرب 29 أو 30 شهيد وفي وقت الجنازة كذلك تم يعني ما يقرب 50 شهيد وبعد ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق ما تسمى بلجنة تحقيق بعد أن تم إغلاق الحرم الإبراهيمي لمدة 8 أو 9 شهور وخرجت اللجنة المشكلة من الحكومة الإسرائيلية بقرار إغلاق أو تقسيم المسجد الإبراهيمي التقسيم الواقع اليوم الذي يتعايش معه المسلمون والمواطنون في مدينة الخليل الذين يقدم لهم كل التقدير والحب والاحترام على خدمتهم للمسجد وحمايته وإعماره وبمناسبة هذا الموضوع والحديث سماحة الشيخ حاتم البقري وزير الأوقاف والشؤون الدينية بتوجيهاته وإرشاده تم تشكيل لجنة لإطلاق المكتبة الإلكترونية التي تعني بالأثار الإسلامية في مدينة الخليل بشكل خاص بالنسبة للقدس هذه الجمعة الخامسة عشر على التوائل المكبهي لصلاة الظهر يمنع دخولهم ويسمح المجال لقطعان المستوطنين لدخول كذلك يمنع المصلون من الدخول حتى يوم الجمعة ما تقل أعمارهم عن خمسين عام يمنعوا من الدخول في بعد أحداث السابع من أكتوبر وهذا الإجرام الصهيوني يعني تعودنا عليه ولكن بصبر وثبات وصمود المصلين والمقدسيين سيظل بإذن الله تعالى المسجد الأقصى على مكانته ومكانته في قلوبنا في عقيدتنا في ديننا سيظل له المكانة السامية والرفيعة إن شاء الله كل الشكر إلك فضيلة الشيخ أحمد الرفاعي رئيس قسم الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية شكرا إلك وإسعد صباح حياكم الله وكل الشكر إلكم إن شاء الله لإصال رسالتنا إلى العالم كل إن شاء الله أهلا سهلا وحياكم الله